اغلبنا كمستخدمين لويندوز تين عارفين ان مايكروسوفت بتنزل تحديث رئيسي في كل ست شهور تقريبا بيكون تحديث فيه مزايا كتير وتحسينات في النظام وشوية اضافات وكمان بتسد فيه الصغارات الامنية واللي دايما بنستعرضها وبنشوفها مع بعض فالنهاردة ان شاء الله معدنا مع الفيديو النص سنوي واللي بنقرد فيه افضل واهم عشر ميزات موجودة في تحديث ويندوز تين في النص الاول لعشرين عشر بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي واولا كل سنة انتو طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ربنا يجعله خير كده علينا وعلى كل الامة الاسلامية ان شاء الله ويرفع عننا الوباء المنتشر ويعني على قد ما تقدروا حاولوا تلتزموا بقواعد الامان والصحة اللي موجودة عندك في ولدك وتلتزموا القاعدة في البيت الفترة دي ان شاء الله الوباء ده يخلص وكل حاجة ترجع لطبيعتها واحسن من الاول كمان ويتمنى لكم دايما الصحة والسلامة لكم ولكل الناس اللي بتحبو والناس اللي حواليكم ندخل بقى في موضوع الفيديو ولكن شايفك اللي هتسأل وتقول لي يا جرنوسي انت بقت مركز في قناة الجيمينج اكتر من القناة دي خليك هنا افضل من هناك انا معك طبعا ولكن الفترة الاخيرة اقول لكم ان انا هركز شوية في قناة الجيمينج وعلشان طبعا اني مش هقدر اكون مركز هنا وهناك وكمان بعمل لايف ستريم اه على صفحة الفيسبوك بتاعتي فالموضوع بيكون متعب اوي بالنسبة لي فيعني الواحد بيحتاج شوية راحة فما بقدرش ان انا استمر في المحتوى هنا ولكن باذن الله طول اه شهر رمضان اه هنحاول ان احنا ننزل فيديوين او تلاتة في الاسبوع على الاقل بحس ان احنا نكون موجودين هنا برضو موجودين على قناة الجيمينج وكمان اه بعمل لايف ستريم على صفحتي بالفيسبوك للناس اللي حابة تستمتع معنا وتشرفنا واسيب لكم كل الرابط موجودة في وصف الفيديو على طول ان شاء الله وخلونا نبدأ ندخل في موضوعنا وهو تحديثات ويندوز تين لشهر ابريل الفين وعشرين طبعا مش لازم تنزل الشهر ده لان خلاص ف ممكن تنزل في اول مايو زي ما حصل السنة اللي فاتت فمفيش حاجة رسمية من مايكروسوفت تظل ان هي هتنزل اه بتاريخ محدد ولكن طبعا يا دايما بتنزل في النص الاول ياما نهاية شهر ابريل اللي احنا فيه ده واللي انا اتولدت فيه كل سنة انا طيب علشان انا كملت التلاتين سنة ياما بداية شهر مايو عشرين عشرين والتحديث بينزل بشكل تدريجي لكل المستخدمين ولو حابب تحمل النسخة فهسيب لك برضو رابط التحميل من صفحة مايكروسوفت تقدر تدخل عليها وتسجل بالاكاونت بتاعك بتاع حساب مايكروسوفت وتختار النسخة بتاعتك سواء كانت او اتنين وتلاتين وتنزلها عندك على حسب اللغة بتاعتك وتجربها بنفسك ولكن دي نسخة تجربية نهائية خلاص هيدا دول خلاص ان النسخة النهائية الرسمية على الابواب الفيديو ده بدعاية موقع جي تو ديل من المواقع اللي تقدر تشتري من خلالها بعض الالعاب والبرامج وكمان تقدر تفعل نسخ الويندوز بسعر ارخص من الاسعار الرسمية كمان تلاقي مصنف لك هنا اش اللي تقدر تشتريها بسعر مميز جدا وكمان هتقدر تفعل من خلاله نسخة الويندوز بتاعتك على سبيل المسال لويندوز تين برو تقدر تشتريها بسعر تمنتاشر دولار لان سعرها الرسمي بيكون حوالي مية وتلاتين دولار فلو حبيت تحصل على ترخيص من ويندوز تين هتيجي هنا وفي كود مخصص لكم اسمه اي جي تمنتاشر بمجرد ما تدوس على هيعمل لك خصم بسيط والسعر هيكون حوالي اربعتاشر دولار ونصف بعد كده هتلاقي رسالة وصلت للا ايميل بتاعك فيها ومن خلال او الاعدادات بتاعت الويندوز ومن خلال هتلاقي عندك هتجي تدوس على من خلاله تقدر تحط كود التفعيل والنسخة هتكون مفاعلة معك التحديث معروف باسم عشرين ورقم الاصدار بتاعه هو الفين واربعة ده مش رقم سنة هو رقم اصدار اه التحديث اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ونبدأ اولا باول ميزة موجودة معنا وهي ظهور عدد الفريمات للناس اللي بتحب طبعا تلعب وتشوف عدد الفريمات لما تيجي تستخدم برنامج التسجيل المدمج مع الويندوز اللي هو اكس بوكس جيم بار تقدر تشغله وهيقدر يعرض لك كمان العداد بتاع الفريمات بتاعت اللعبة اللي انت بتلعبها طبعا احنا كناس بتلعب لو ستين فريم برساكن دي حاجة كويسة جدا وفيه ما فوق بقى على حسب طبعا اه مواصفات الجهاز وكارت الشاشة بتاعك فبيعرض لك فريمات اكتر على حسب اللعبة اللي انت بتلعبها فبالتالي هتقدر ترائب عدد الفريمات من خل برنامج التسجيل الخاص بويندوز تين وده برنامج مجاني تماما بينزل مدمج مع ويندوز تين للناس اللي مش عارفة طبعا والاختصار بتاعه هو انك تدوس على زرار الويندو مع حرف الجي فيزهر لك على طوله طبعا تقدر تغير في اعداداته وتسجل بقى على جودة من خلال الاعدادات الخاصة به الميزة التانية هي شوية تعديلات على او مدير المهام من خلال الويندوز لو جيت فتحته هتلاقي فيه خاصية جديدة كده انه بيعرض لك نوع الوحدة التخزين اللي انت بتستخدمها فهتلاقي موضح لك لو الهرد بتاعك HDD فهيكتب لك HDD ولو كان SSD هتلاقي كتب لك SSD كمان هتلاحي سخانة جديدة اسمها GPU temperature ودي بتعرض لك اراية درجة الحرارة بتاعة كارت الشاشة علشان تطمن على الكارت بتاعك فطبعا المعدل الطبيعي لو انت شغال عادي جدا ما بتعملش اي حملة على الكارت في الوضع العادي بتاعه يعني بيكون مثلا 25 30 35 فالدين هتكون ايش طماشية ولكن في استخدامك التقيل هتلاقي بقى بتعلى من 60 لحد 75 او 80 فلو لقيت الموضوع زايد عن حد بقى في الوضع الطبيعي وانت مش بتستهلك حاجة فبالتالي هتطمن على الكارت بتاعك ممكن تروح تشوف التهوية في الكيس عندك او محتاجة انك تحط المراوح او درجة حرارة الغرفة اللي انت فيها فطبعا فيه تكيف بتفرق مفيش تكيف والدنيا بتبقى حارة طبعا هيفرق معاك وكمان المراوح بتاعت الكارت احيانا ممكن يكون فيها مشكلة او بتلف البطء فانت ممكن تسرع الموضوع ده وتقدر تستعمل برامج خارجية للنقطة دي علشان تراقي باستيلا درجة حرارة كارت الشاشة بتاعك ودلوقتي بقت موجودة عندك فالتاسك مانجر بدي اكيد اضافة جميلة وكويس ان ماكروسوفت بدأت تهتم بالناس اللي بتلعب زي حالتي كده الميزة اللي بعد كده هو تنزيل احدث نسخة ويندوز من خلال ميزة كلاود دولود طبعا دي موجودة في الويندوز ومن خلالها بتقدر اه ترجع الاعدادات بتاعت الويندوز او الويندوز ككل يعني للاعدادات الافتراضية بتاعته في حالة لو حصل عندك مشكلة او النظام عندك وقع او او في اي مصيبة حصلت وانت مش قادر الدنيا ماشي عندك باللغبطة فكنت بتلجأ للكلاود دولود لو كنت بتستخدمها يعني ودلوقتي يضافوا لها ميزة انك هتقدر تحمل احدث نسخة من نظام تشغيل ويندوز تن على الجهاز بتاعك لان قبل كده طبعا انت كنت بتستخدم نظام التشغيل بتاعك الحالي فهنفترض انت معك اصدار بقاله مسلا سنة سنتين فماكروسوفت رياحتك وقيت لك يا عم لا خد من هنا نزل احدث نسخة وسطابة براحتك ورجع اعدادات الويند فبصراحة موضوع برضو مريح جدا من خلال الميزة دي وهنبقى نجربها مع بعض ان شاء الله لان دي هتغنيك عن استخدام الفلاشة او هارد خارجي او استوانا او اي وسيلة بتحط عليها لوندوز وتستبوا من عليها وهنبقى نجربها مع بعض ان شاء الله الميزة الرابعة هو اضافة اختيار انك تقدر تلغي كلمة السر لما بتيجي تدخل لوندوز وتخليه ما يطلبش منك كلمة سر بيطلب منك البين كود او حتى استخدام خاصية ويندوز اللي هو بوشك بس او حتى بالبصمة لو الجهاز بتاعك بيدعم ده ويدلوقتي تقدر تعملها من خلال اعدادات الحساب بتاعك في اه الويندوز وتروح للساينين اوبشنز وهتفعل اوبشن ميك يور ديفايس باسوردلس يعني هتخليه بدون كلمات سر تماما فبالتالي لما تجي تدخل مش يطلب منك كلمة السر لان طبعا كلمة السر فيها حروف وارقام وحروف كبيرة وحروف صغيرة وشوية رموز فانت لو عاملها كده هتتعقد في كل مرة هنا انت معاك الاختبار انك تلغي ده تماما حتى لما تجي تدخل على الوضع الامن اللي هو السيف مود فمش هيطلب منك لان ده هيطبق على السيف مود لان قبل كده لو جيت تدخل على السيف مود مش هيرضى يدخلك الا لما تكتب كلمة السر الميزة الخامسة معنا وهي انك هتقدر تتحكم في مؤشر النصوص تغير اللون بتاعه او تتحكم في الحجم بتاعه تصغره او تكبره على حسب طبعا الشاشة بتاعتك ممكن تكون كبيرة اوي فانت ممكن تكبر الانديكاتور دوت او حتى تصغره او حسب الخلفية اللي انت شغل عليها كانت مسلا سودا فانت ممكن تخلي الانديك اللي الموضوع يكون مريح معك وعلشان تعمل كده هتروح للاعدادات الخاصة بالوندوز ومنه هتروح لأوبشن ايز اوف اكسز ومنه هتلاقي صفحة جديدة اسمها تكست كورزور وبمجرد ما تحدد الاوبشن ده هتقدر تكبر او تصغر المؤشر اللي قدامك او حتى تغير اللون بتاعه زي ما تحب الميزة الستة معنا وهي تحديثات لكورتانا كورتانا دلوقتي او المساعد الصوتي للوندوز بقى لها نافذة مخصصة لها وتم اعادة تصميمها بشكل اللايت تيم الل قدامك ده شكله طبعا خفيف وجميل جدا ممكن يخليك تغير رأيك وتحبها شوية اما الميزة السابع معنا وهي تحسين اتصالك بشبكة الانترنت بتاعك عن طريق الكابل او الواي فاي فهتقدر ترائب بكل سهولة استهلاك الانترنت بتاعك في اخر شهر كان قد ايه والجميل لانك كمان هتقدر تحدد عدد الميجات او الجيجات اللي ما تخليش الويندوز يتعدقها ودي تقدر تستعملها كتنبيه ليك يعني لو انت مشترك في باقة قليلة ساعة التحميل بتاعتها مية واربعين جيجا بايت وانت جيت تحدد ليمت لاستخدام بتاعك في الويندوز خليته سبعين اه جيجا بايت بيحصل اول ما يوصل للسبعين فالويندوز يقول لك انت كده وصلت للليمت بتاعك فبالتالي انت تعرف انك استهلكت ايه مع ان اصلا يعني ويه مش سهبانة في حالنا ولما بتستهلك خمسين في المية ولا سبعين في المية بتجيب لك رسالة ما بترضاش تخرج منها الا بالطاب البلدي الميزة التامنا معنا هو انك هتقدر دلوقتي تتحكم بكل سهولة وبضغط واحدة بس في ال البرامج اللي بتفتح تلقائي لما بتيجي تعمل الويندوز يفتح معك فقبل كده كان البرامج اللي بيكون مفتوحة لما بتعمل بتفتح معك البرامج المفتوحة زي التصفح او غيره ولكن دلوقتي من خلال الاعدادات هتروح للاكاون بعد كده هتروح لساينين اوبشنز ومنه هتفعل اوبشن رستارت ابس فبالتالي ده هيكبر الويندوز انه ما يشغلش البرامج دي لما تيجي تعمل اعادة تشغيل فده هيسرع نوعا ما في عملية او بداية تشغيل ال الويندوز بتاعك الميزة التاسعة معنا هو تسريع عملية البحث في الويندوز من خلال اللي هو البر او المستطيل الصغار اللي انت ما بتيجي تبحث عن حاجة بتلاحز ان الجهاز بيتقل معاك وده لان طبعا الويندوز بيستهلك من موارد الجهاز زي الرمات والهارد بتاعك وبالتالي المضوع بيكون يعني فيه ضغط شوية خاصة لما تبحث عن حاجة مش موجودة بسهولة فالويندوز بيفضل يفرق علشان يجيبها لك فكان يبقى فيه ضغط دلوقتي الضغط ده قل وكمان كان ب يبقى شغال في الخلفية من خلال آآ عملية الفهرسة اللي بتحصل من ويندوز سيرش اندكسر دي اللي بتشغل في الخلفية واللي كمان مسؤولة عن انشاء قعدة بيانات اللي فعل برامج والملفات بتاعتك بمختلف انواعها فالعملية دي كانت بتشتغل في الخلفية وبتقلل من الاستهلاك بتاعك حتى لو جيت تشوفها في التاسك مانجر هتلاقي بتسالك من الموارد الجهاز فدلوقتي على حاسة طبعا مايكروسوفت قالوا ان هي بتقلل من موارد الجهاز فبالتالي عملية البحث والفهرسة بت بتاعتك هتكون اسرع من الاول مش هتفضل شغالة عمال على بطال الميزة العشرة والاخيرة معنا وهو تحديد سرعة تحميل التحديثات قبل كده طبعا احنا في كل تحديث ليه الويندوز آآ بيكون فيه انك تقدر تتحكم في انك توقف بعض التحديثات في الويندوز مش كلها حتى بتلاقي في تحديثات بتتم بدون علمك حتى لو انت عامل آآ ايقاف مؤقت بتلاقيه آآ مش مدى الحياة ولكن في بعض الطرق طبعا انك تقدر تتحكم في ده اتكلمنا عنها قبل كده ولكن في التحديث الجديد هتقدر تستخدم خاصية جديدة اسمها absolute bandwidth ودي من خلالها هتقدر تحدد عدد الميجات او الجيجات للويندوز اللي يقدر يستهلكها فبالتالي ما يستغلش سرعة الانترنت عندك كلها لصالحه وفجأة بتلاقي الويندوز معك او سرعة الانترنت معك اسف بتكون بطيقة او انت بتلعب فجأة تلاقي الدنيا تسحبت معك فانت من خلال ميزة absolute bandwidth هتقدر تحدد للويندوز لا انت بدل ما بتسحب سرعة عالية لا على مهلك كده عشان انا بتدايق وعلشان تفعلها هت هتروح لعدادات الويندوز بعد كده التحديثات والامان بعد كده هتلاقي اه بعد كده هتلاقي منها هتفعل اختيار absolute bandwidth وبالتالي هتقدر تحدد له السرعات اللي انت عاوزها وهنبقى نجربها برضو ونتكلم عنها في فيديو منفصل لان دي بصراحة ميزة مهمة جدا فهنحتاج ان احنا فعلا نجربها ودي كانت ابرز الميزات اللي موجودة في تحديث ويندوز تن للنص الاول من عشرين عشرين هينزل بقى هو طبعا باسم عشرين ورقم الاصدار بتاعه زي ما قلنا الفين وار ورابط التحميل موجود تقدروا تجربوا النسخة دي في صورة ايزو طبعا موجودة في وصف الفيديو على طول ان شاء الله وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما نستاش تعمل لايك وطبعا مستني اعرف رأيكم عن احسن ميزة عرفتوها من خلال الميزات اللي استعرضناها مع بعض اكتبوها لي من خلال التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو انا عن نفسي عجبتني تلات ميزات اللي هي الميزة الاخيرة ان انا نتحكم في اه السرعة بتاعة التحديث اللي بيسحبها الوندوز وكمان اه م اداد الفريمات اه بتاعة اللقبة وكمان درجة حرارة كارت الشاشة فممكن ده اعرفه على طول وانا بشتغل من خلال الادوات اللي بتنزلها مايكروسوفت اشوفكم على خير في فيديو جديد بازن الله كان معاكم احمد الجرنوسي كل سنة وطبعين مرة كمان مع السلامة